أريد أن أقول كذلك أن الإخوة الذين لهم دراسات في المقاصد قبل الآن وسيواصلون هذا الشيء لكن من ليس لهم رصيد سابق ما أقول لهم ما قدمه إنما هي نبذة ولمحات فإذا لا تغني لا يظن الإنسان أنه طلع على مقاصد الشريعة وحازها إلى آخرين وهذا أيضا يوصلني إلى شيء أريد أن أجيب به سائلا لا أدري هل هو حاضر معنا سألني أمس في آخر قبل الخروج قال نريد مجموعة من الكتب لمن يريد أن يدرس مقاصد الشريعة من البداية إلى النهاية هذا السؤال يريد كثيرا أو يريدني كثيرا والذي أريد أن أقوله هو أن مقاصد الشريعة أو التعامل مع مقاصد الشريعة والطلاع عليها والتعرف عليها له مستويان يمكن أن أقول مستوى الهوات ومستوى المحترفين مستوى غير المتخصص ومستوى المتخصص فأما غير المتخصص فليس بإمكانه إلا أن يأخذ نبدة ويكون على بال أن يصير على بال من هذه المقاصد باعتبارها مقاصد دينه ومقاصد تديونه ومقاصد شريعته وترشد فكره وعباداته وسلوكه هذه نبدة لعامة المتقفين يعني طلاب التعرف الإجمالي للمسلم على دينه هذا شيء والشيء الآخر المتخصص فإذا كان السؤال عن من يريد أخذ نبدة يعني تكمل ما قدمناه أمس واليوم وهذه النبدة ينميها ويراجعها من حل آخر هذا هو الممكن بالنسبة للجواب عن السؤال لكن إذا كان الأمر يتعلق بمعرفة تخصصية المعرفة التخصصية للمقاصد وأبدأ بها هي التي أجاب عنها الشاطبي بغير سؤال هو أجاب عنها بغير سؤال له كلمة في كتاب الموافقات يقول فيها ولا يصح للناظر في هذا الكتاب الآن الموافقات على شبكات الإنترنت بأورد وبيد ايف وبجميع الأشكال فممكن ولو كلمة أو جملة ستزيدون النص بحدافره وفي سياقه قال لا يصح للناظر في هذا الكتاب أي كتاب الموافقات أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علوم الشريعة حتى يكون ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد أو التعصب للمذهب هذه شروط لمن يريد أن يكون في مستوى الموافقات فيكون مفيدا ومستفيدا من هذا الكتاب بحقه وحقيقته وهذا أقوله لمن يريد أن يدرس مقاصد الشريعة أيضا بحق وحقيقة لا بد قبل ذلك أن يكون ريان من علوم أخرى علوم الشريعة معقولها ومنقولها أصولها وفروعها فإذا المقاصد هي تتويج بالنسبة للمتخصص هي تتويج لتحصيل علمي في بقية العلوم الشرعية الأخرى من أصول فقه وفقه وحديث وقرآن بصفة خاصة هذه الأمور الأربعة أو الأركان الأربعة في التقافة الإسلامية وفي العلوم الإسلامية القرآن والسنة والفقه وأصول الفقه ما لم يكن الإنسان متمكنا ومطلعا ومحيطا بهذه العلوم يعني لا يمكن أن يكون متخصصا أيضا في المقاصد ودارسا لها دراسات تخصصية حقيقية فإذا هذا شيء إذا في هذه الحالة السائل إذا كان هذا هو المستوى الذي يسأل عنه فلابدأ أولا لا يمكن أن نأتي مباشرة ونقول نبدأ أولا بسم الله الرحمن الرحيم مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة هي أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى أن نصله من الجنة والناس في القرآن ثم مثل ذلك في الحديث ثم مثل ذلك في عدد من كتب الفقه أن يفهم الإنسان الفقه وأحكامه وتعليلاته والمذاهب فيه وقواعده إلى آخره وأصول الفقه ثم بعد ذلك أو بموازات مع ذلك لا بأس شيئا فشيئا سيستعيب مقاصد الشريعة لأنها مبنية على كل ما تقدم ومن يريد إطلاله ونبدأ وينميها من حل آخر كما قلت لعل هذا هو المقصود السائل ترجمة نانسي قنقر